بسم الله الرحمن الرحيم تجربة بعنوان معامل اللزوجة بطريقة ستوكس الهدف من هذه التجربة قياس معامل اللزوجة لسائل بطريقة تسمى طريقة ستوكس الأدوات المطلوبة لهذه التجربة أنبوبة شفافة ذات قطر كبير تحتوي على سائل لزج كرات معدنية مختلفة الأقطار مصطرة مترية ميكرو ميتر ساعة إقاف قلم ماركر أو شريط لاصق لزوجة المائع أو السائل تظهر نتيجة لوجود قوة تماسق بين جزئات هذه القوة تعمل على تقليل انزلاء طبقات السائل فوق بعضها البعض وبالتالي تظهر قوة احتكاك بين طبقات هذا السائل ولنفرض كمية من السائل محصورة ما بين طبقاتين طبقة سفلية ساكنة وطبقة علوية قابلة للحرق الطبقة السفلية الساكنة تحاول منع تحاول منع الطبقة التي تعلوها مباشرة من الحركة أو الانزلاق ويحدث هذا مع الطبقات المتتالية باتجاه أعلى أو باتجاه الطبقة القابلة للحركة بحيث يحدث تدرج للسرعة من سرعة تساوي صفرة عند الطبقة الساكنة حتى سرعة تساوي فيه عند الطبقة القابلة للحركة وذلك من خلال المسافة الرأسية وحيث أن اللزوجة هي خاصية خاصة بالموائع والتي تبين سهولة أو صعوبة انسياب وجريان المائع بحيث إذا كانت قيمة اللزوجة عالية فإن انسياب أو جريان المائع يكون صعب وإذا كانت قيمة اللزوجة منخفضة فإنه يحدث سهولة لانسياب أو جريان للمائع حيث يمكن اعتبار هذه الخاصية مقياس لمدى مقاومة المائع لقوى القص التي تحاول تغيير شكله من الشكل المقابل نجد أنه يلزمن قوى مقدارها F وذلك لتحريك الطبقة العلوية هذه القوى F تتناسب تناسبا ترضيا مع كل من مساحة مقطع الطبقة المنزلقة وسرعة الطبقة المنزلقة ولكن تتناسب عكسيا مع المسافة الفاصلة ما بين الطبقة الساكنة والطبقة المتحركة للمسافة L ثابت هذا التناسب ثابت هذا التناسب يتعلق بخصائص يتعلق ثابت هذا التناسب يتعلق بنوع السائل وخصائص وهو معابر عن معامل اللزوجة والذي يوجد بغمز إيتا ومعامل اللزوجة إيتا يعرف بأنه القوة المماسية المؤثرة على وحدة المساحات والتي ينتج عنها فرق في السرعة مقداره الوحدة بين طبقتين من السائل المسافة العمودية بينهما الوحدة أي أن العلاقة السابقة تقول إلى F اللي هي القوة القوة اللازمة لتحركة الطبقة ساوي إيتا معامل اللزوجة في مساحة الطبقة المنزلقة أو المتحركة في سرعة الطبقة على طول المسافة الرأسية ما بين الطبقة الساكنة والطبقة المتحركة هذه العلاقة أو المعادلة تعرف بمعادلة نيوتن هذه المعدلة يصعب تطبيقها معمليا وذلك لعدم القدرة أو لصعوبة قياس قيمة تدوج السرعة ونستخدم بدلا منها طريقة ستورس والتي تعتمد على أن نسمح لكرة صغيرة معدنية ذات نصف قطر وكسافة مدد وكسافة مددتها رو اس هذه الكرة نسمح لها بالحرك رأسيا في سائل لزج لزجته تساوي ايتا أو معامل لزجته يساوي ايتا وكسافة هذا السائل نرمز بالرمز رو ال هذه الكرة أثناء حركتها فأناها تتأثر بسلاس قوة قوة تؤثر لأسفل هي عبارة عن قوة قوة الوزن أو قوة الجاذبية وهي عبارة عن كتلة الكرة في سابة الجاذبية وكتلة الكرة تساوي كسافة مادة الكرة في حجم الكرة وكسافة مادة الكرة يجمز لغمز رو اس وحجم الكرة يجمز لغمز في اس وحيث أن حجم الكرة يساوي 4 على 3 باي اي تكعيب يبقى إذن هذه القوة قوة قوة الاف جي أو قوة الوزن قوة الجاذبية أو قوة الوزن تساوي 4 على 3 باي اي تكعيب رو اس في الجي وايضا الكرة تتعرض لقوة أخرى قوة دفع السائل أو FB قوة دفع السائل قوة وزن القرة تؤثر إلى أسفل أما قوة دفع السائل فتؤثر إلى أعلى وحيث أنه من نظري أرشميدس أو أرشميدس فإنه عندما ينغمر جسم جزئيا أو كليا في ماء فإنه يعاني من مقدار قوة دفع تساوي وزن المائع الذي يزيحه الجسم المغموغ أي أن قوة دفع السائل تساوي وزن المائع المزاح أو وزن السائل المزاح أي أن مقدار قوة الدفع اللي هي FB تساوي تسارع الجزبية في كسافة المائع في حجم الجسم المغمور أو حجم اللي هو يساوي حجم الكرة حسنه في هذه الحالة حجم الجسم المغمور يساوي حجم السائل المزاح أي أن FB تساوي 4-3B تكعيب في رؤل في الجيم يجب أن نلاحظ أو نفرق ما بينه أن قوة الدفع تساوي وزن المائع المزاح وحجم الجسم المغمور يساوي حجم السائل المزاح حجم الجسم المغمور يساوي حجم السائل المزاح وبالتالي كما أسلفنا أن قوة الدفع FB تساوي 4-3B في رؤل كسافة السائل في ثابت الجاذب القوة الثالثة التي تتعرض لها الكوة هي قوة الاحتكاك أو قوة ستوكس أو قوة اللزوجة لبن المزلاب غمز F هذه القوة F أو قوة ستوكس تساوي 6-3B إيتا في V 6 باي A في الفيتا في الإيتا في الفي حيث إيتا معامل اللزوجة والفي سرعة الكرة هذه السرعة يجب أن تكون سرعة حدية تريمينال فلوسيتي أو سرعة حدية أو حق بحيث تكون الحركة منتظمة وبثناء أو في حالة الحركة المنتظمة يكون التسارع ثابت وهذا يعني أن جميع القوة المؤثرة على الجسم أو على الكرة تكون في حالة اتزال أي أن القوة التي تؤثر لأسفل هي عبارة عن FG أو FW تتساوى مع القوة التي تؤثر لأعلى لFS وFB ربا FW تساوي FS وFB لاحظ لاحظ أن شرط أن يكون هناك اتزال للقوة أو القوة التي تؤثر لأعلى تساوي أو تتزن مع القوة التي تؤثر لأسفل أن تكون السرعة حدية أن تكون السرعة حدية وبالتالي بالتعويض بقيم هذه القوة حيث قيمة FW تساوي أربعة لثلاثة باي اتا كعيب رو S في الجي وFS تساوي ستة باي اتا في الفي وFB تساوي أربعة لثلاثة باي اتا كعيب رو L في الجي يبقى إذن بالاختصار A باي مع الباي والباي والتكعيب مع A مع التكعيب يبقى تربيع يبقى إذن أربعة لثلاثة A تربية رو S في الجي ساوي ستة باي إتا V سوري ستة إتا V زائد أربعة لثلاثة A تكعيب رو L في الجي هذا الحد الموجود به الإتا نضعه في طرف معادلة طرف المعادلة يبقى إذن الإتا تساوي 2 على 9 A تربية G على V في الرؤ S ناقص الرؤ L يبقى إذن لإيجاد معامل اللزوجة لسائل مثل الجلسرين نحتاج نصف قطر الكرة المعدنية وصورة هذه الكرة كسافة مادة الكرة وكسافة السائل أو كسافة الجلسرين معامل اللزوجة يقاس في النظام الدولي بوحدة نيوتن ثانية على المتر تربية أو البسكال ثانية أو يقاس بوحدة داين ثانية على سنتيمتر المربع هذه الوحدة تساوي وحدة تسمى البواز P حيث البواز هو عبارة عن لزوجة ماء نحتاج فيه إلى قوة مقدارها واحد داين لكل سنتيمتر مربع لإكساب طبقة معينة من الماء سرعة قدرها واحد سنتيمتر على السانية عن طبقة أخرى مجاورة لها وموازية لها تبعد عنها مسافة رأسية مقدارها واحد سنتيمتر أي أن نيوتن ثانية عن متر التربيع لو بيساوي بسكال ثانية بيساوي عشرة بواز بيساوي عشرة داين عشرة داين ثانية على المتر المربع وحيساوة وحيساوة وحيس أن عادة ما يقاس معامل اللزوجة بوحدة تسمى السنتي بواز اللي يبد يساوي البواز يساوي عشرة سنتي بواز في هذه التجربة سنقوم بقياس المسافة الرأسية ما بين نقطتين على الأنبوبة ونفرض هذه هي الأنبوبة نقوم بتعيين نقطتين من خلال قلم الماركر أو الشريط اللاصق ما بين نقطتين على الأنبوبة ونعين قيمة دي نعين قيمة دي أو المسافة الرأسية ونجد قيمة نصف القطر نصف قطر القطر عن طريق المايكروميتر بإيجاد قطر القطر ثم القسم على اثنين ثم نسمح للكرة برفق نضع الكرة برفق بالقرب من سطح السائل ونسمح لها بالحركة رأسية في السائل أو في الأنبوبة ونقوم بحساب الزمن عند الشريط اللاصق الأول أو عند الماركر الأول من خلال الستوبوتش حتى تصل إلى النقطة تي على بعد أو على على بعد مسافة دي عندها عندها نحسب أو نوقف الستوبوتش وبالتالي نحسب قيمة التي ومن خلال المسافة والزمن نحسب السرعة ومن خلال معرفتنا المسبقة بكسافة السائل وكسافة مادة الكرة نقوم بالتعويض في المعادلة N تسوي 2 على 9 A تربيع G شكرا لك ترجمة نانسي قنقر